اشتركوا في القناة بقدراته في مختلف المراحل ظابطا وضع العراق في قلبه ليحرسه باضلاعه ومتدرجا في مهمات مختلفة كان فيها الامين في اداء واجباته كل ذلك جعل من الاسدي المثال الحي الذي يثبت ان العطاء للوطن والتضحية في سبيله هما الطريق الاقرب لكسب ثقة الجميع معارك التحرير كانت شاهدا حيا على بطولة الاسدي وحكمته في قيادة ابنائه المقاتلين والتي مهدت الطريق لتحرير الارض وطرد الارهاب وانقاذ اهالي المناطق المحتلة الذين وجدوا في الاسدي الاب قبل ان يكون القائد العسكري مسئولية جديدة انيطت بالاسدي عندما كلفه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في شهر تموز الماضي برئاسة جهاز الامن الوطني فكان هذا التكليف من بين عدد من التغييرات التي اجرها الكاظمي والتي ولدت ارتياحا شعبيا كبيرا لدى المواطنين وكما عهده ابناء العراق ظل الاسدي قريبا منهم وعلى تماث مباشر معهم يحمل همومهم ويسعى لتوفير الامن من دون كلل فكانت الزيارة الاخيرة للاسدي الى محافظة النجف واللقاء الذي جمعه بالمتظاهرين بمثابة رسالة مفادها ان الجهات الامنية تضع نصب عينيها امن المتظاهر قبل اي اعتبار زرنا ساحة التظاهرات واتفاهمنا وهي اخواننا اللي موجودين بالساحة وانطيناهم خطوط العريضة للتعامل وفق هذا المحيط اللي هم الان متواجدين معاه لقاء كانت فيه الصراحة ابرز سماته وجلوس الاسدي بين المتظاهرين قرب المسافات وكسر الحاجز النفسي الذي فرضته الاحداث الاخيرة بعد ان لمس المتظاهرون بانهم يتحدثون مع شخص منهم لا مع طرف اخر جاء للحوار معهم في ظل ما قطعه من عهد لحمايتهم اذا صارت سابقا فالان لا يمكن ان تدركوا مبادرات كهذه تؤكد حقيقة ثابتة مفادها ان المخاطر والصراعات والامور الدخيلة لن تعرقل سير العراقي نحو استعادة هيبته بوجود المخلصين سواء كانوا في موقع المسئولية او من عامة الشعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر